في يوم 10 أكتوبر 2024 السلطات المهلية عن مايوك بي ويست قدمت لصحافة المهلية 7 ناس مخطوفين كاميرونيين وقربوا 3 ناس آخرين متورطين في أمالية هنت الخطفين وأمالية هنت اللي إنقاذ دي كان قادها القائدة اللي كومنده رقم 17 في خابة منتازة وتم نقل المخطوفين بعد اختطافهم في يوم 2 أكتوبر 2024 في كاميرون واحد من المخطوفين بقول هو خطفوا وكيد مقبل من السوك هنال نيجيريا وتوالي بس كربوا وسرقوا منه 1 مليون وسبمية ألف هنال فرانكا سفا اللي غوفرنير ساقور محمد غالما كان شكر القوات هنالأمن والدفاع وشجع السوكان على التعاون لمهاربة الظاهرة هنت اللي خطفا استغبال وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ممدو بوكر جانا أمس الخميس 10 أكتوبر 2024 الممثلن لينسيف الموقت في شات مارسيل واتراء ونخش في خلال المقابلة التوزيح هنالكتب المدرسية هنت القراءة والحساب للمراهل الإدادية وكذلك المقاية الدراسية في مختلف المدارس في جميع أنهاء الأراضي الشادية وآخيرا تم استلامهن الكتب المدرسية الوزير هج بأهمية هنا وجود آلية توزيع الفعالة لضرورة ضمان الشفافية والتطبع السيد ممدو بوكر جانا والسيد تاواتراء أيضا هجوا في تعزيز تعاونهم من أجل تعزيز التعليم في جاد ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجي عبد الرمان خلام الله قابل أمس الخميس 10 أكتوبر سيسلة من اللقاءات مع عدد من الدبلوماسيين المؤتمدين بشات وده في إطار زيارات الأمل كان من بين الدبلوماسيين الكان تم استخبالهم ده السفير هنا جنوب إفريقيا لدى شات سعادة السيد موز كايفاني خهل جوزيفا نيكوسي وسفير جمهورية الصين الشعبية سعادة السيد وان شينينغ بالإضافة إلى سفير هنا الاتحاد الروسي سعادة السيد فلادمير سوكلونكو واللقاءات دي اطاعت لهم الفرصة ليكتشفوا أفاق التعاون السنائي وتعزيز الألاقات بين شات والبلدان الشركة وتكتشف البيانات بكون الأنف الجنسي ضد الأطفال منتشر بزيادة بقد نظر على السياق الجغرافي أو الثقافي وفي إفريقيا جنوب والصهراء المنطقة الأكثر تضررا ويبلغ أدد الضهاية 79 مليون نسمة حتى بعد شرق الجنوب وشرق آسيا 75 مليون الأنف الجنسي بدون اتصال الجسدي بالجملة للفتيات أو النساء المتضررات وصل إلى 650 مليون فتاة وتم نشر هذه التغذيرات في الفترة التي تسبق اليوم الدولي للطفلة الكن نظمات الأم والمتهدة في يوم 11 أكتوبر المدرب الوطني كيفن نيكاز والقايتنا ساوي تشات مواند المادي ماريوس ساوي مؤتمر صحفي قبل المباراة ضد زنبيا وأكد المدرب كيفن نيكاز بكون فريقه جاهز وعشار إلى قياب بعد اللايبين من بينهم موانري دايك ريو المصاب وأحمد درامان وعرب الرغبة لللايبين في تمثيل القيام المتجادية وإسئات هان الشاب والقايت ماريوس قال فريقه نساوي مصير جدا لتحقيق نتيجة إيجابية لزيادة فرص هنالتشات في التاهيل لكاس الأمم الإفريقية البكون في يوم عالفين خمسة وعشرين